اشتركوا في القناة اعرف الفرق ما بيننا اينا يا بلادي يكون اليمن رحبها الله كان شاعر اليمن وحبيب اليمن مع كل الناس صديق كل الناس رحبها الله زرته في كل شهر حيانا وفي كل شهرين حيانا وهو مريض واخر زيارة لي كان معي اولادي اتخلنا فسكتا بيده واولادي بجبه وجبي وكانت اول اخر صورة اليولى فحبها الله كان اديبا شاعرا انسان لا يؤذي احد ولا احد يؤذيه لانه انسان لكل الناس هذا حقيقة يعني وكنت اتمنى انا حاولت قبل ان يبدأ المرض فيه اشتد حاولت انه اكون معنا مرافق اما الى القاهرة او الى اوروبا او الى اي مكان مستعدا لكن رفض رفضا باتا ما اشتلا يقعد هناك ويجي المرض واهلا وسهلا بباقي يأبر الله بحبها الله رحل الدكتور عبدالعزيز المقالح ولم ترحل ذكراه من قلوب محبه رحل بقلبه الطيب ووجهه البشوش وبقامته الجميلة التي احناها التعب رحل بعد ان ترك لنا سيرة خالدة بتعامله الانساني الذي تتمثل فيه بصادة الشاعر وتواضع المثقف في داخل هذا المركز كانت بداية علاقتي الحميمية به حين قرر ان يوافق على طلب نقلي الى مركز الدراسات والبحوث بعد ان واقهت مضايقات شديدة حين كنت يعني في ادارة تحرير حيئة مقلة الثقافة في وزارة الثقافة فقال لي صيغ الرسالة كما تريد للاخ الوزير وانا سأوقع على ما تريد واتصل بالوزير ولم تطول عملية نقلي اكثر من اربع ايام او خمس ايام وانتقلت الى مركز الدراسات والبحوث هذا السلوك للدكتور عبد العزيز المقالح وهو يعرف انني كنت من رموز المعارضة السياسية ومن رموز يعني الذين يعيشون على تماس تناقضي مع نظام الحكم حين حين انتقلت الى المركز وصل تناها الى علمي من البعض انك ستجد نفسك وخطابك الثقافي والسياسي يتراجع لانك ستضبطه على ايقاع ارادة المقالح والحقيقة انني تخوفت في البداية ولكنني بطبيعة المعاندة استمرت في الكتابة بنفس الوتيرة السابقة واعلى من الوتيرة السابقة وطيلت هذه الرحلة الطويلة ومن كتابات مختلفة والشديدة النقد على الاقل على المستوى السياسي لم اجد منه سوى الترحيب والاشادة بمعظم ما اكتب في هذا المركز كان يأتي الدكتور عبد العزيز في الساعة الثامنة والنصف او في التاسعة بعد ان يكون قد مارس طقوصه الكتابية من الخامسة فجرا او الخامسة والنصف فجرا بعد الصلاة يمارس طقوصه الكتابية في منزله من بعيد الفجر مباشرة ثم يأتي الى المركز هنا بدوام اعتياد يومي لا يتخلف عليه عنه يوما خاصة بعد ان صار خارج جامعة صنعاء وبقي رئيسا لمركز الدراسات والبحوث كنا كل يومنا نلتقي هنا من الساعة الثامنة والنصف الفراشين الى الوزراء الى المسؤولين الى المثقفين الكبار كل هؤلاء يستقبلهم في هذا المكتب ولا يقف احد امام دخول اي احد الى مكتبه كان الدكتور عبدالعزيز المقالح رغم علو هامته ومقامه العلمي قريبا من الجميع دون تمييز بين قريب او بعيد او بين صغير او كبير ديوانه موئلا يحج اليه الادباء والشعراء والكتاب من مختلف مشاربهم العلمية وانتماءاتهم السياسية من اليمن ومن مختلف اقطار الوطن العربي ومن بعض دول العالم هذا هو كتاب صنعاء الذي قدمه الاصدقاء والزملاء العزاء باكثر مما يستحق ساكرأه من القصيدة الثالثة والعشرين يذهبون الى البحر يفتنهم موجه وتداعبهم في العشيات زرقة عينيه شاعرها يجد البحر مضطربا تارة هادئا تارة في عيون الحبيبة صنعاء وهو يغازل احجارها ونوافذ ابراجها جالسا بين اوراق تاريخها يعشق المفردات المضيئة واللحظات المضيئة يبكي اذا انكسرت ويغني اذا انتصرت انه طفلها وقصيدتها المورقة عبر الطرقات الجبلية وعلى خيول الكلمات جاءوا من شرفة القصيدة حدروا وحفرت اججانهم على مداخل المدينة نيران شوكا لا تنطفئ عانكوا الشوارع المضيئة بالتاريخ ومثل حليب الامهات الدافئ شرب الناس قصائدهم فاضاءت القلوب بالألم اللبيب وامتلأت الطرقات بالامواج وحين تستيقض وردة الصباح في مطلع كل يوم تحمل الطرقات الجبلية وشاكا آخرين على خيول كلمات جديدة كان عبد العزيز المقالح عصرا كاملا عشناه ورأيناه ورأينا كل تفاصيل أيامه وساعاته التي لم يكن يترك دقيقة واحدة دون أن يكون مشغولا بكتابة أو بلقاء أو بمؤتمر أو بندوة من الجامعة إلى مركز الدراسات إلى الندوات التي كان يقيمها إلى المؤتمرات الكثيرة عبد العزيز المقالح ضمير اليمن الثقافي الذي هو خلق يمنا موازيا أمام العالم العربي وأمام اليمنيين وأمام العالم رأينا الشعراء الألمان ورأينا الشعراء الفرنسيين ورأينا المبدعين الإيطاليين رأينا المبدعين العرب من كل دولة عربية فهو كان عصرا بكل ما تحمله الكلمة من معنى كان يمنا موازيا خدم بلاده كما لم يخدم أحد عبد العزيز المقالح الإنسان في منتهى البساطة وفي منتهى التواضع والحقيقة أنه كل ما زاد الإنسان علما ومعرف بالحياة ومعرف بالوجود ازدادت بساطته زادت بساطته ارتفع مستوى تواضعه وليس هناك اي تكلف في هذا السلوك البسيط والمتواضع عند الدكتور عبد العزيز المقالح هو بطبيعته إنسان بسيط صوته هادئ لا يرفع صوته حتى في اللحظات الشديدة من غضبه لا تجده يرفع صوته عاليا وأنا أستطيع أن أقول لك أنني لم أراه في حالة غضب إلا في مرات محدودة جدا وحتى التعبير عن غضبه ويجعله يأتي بطريقة بسيطة واعتيادية وبكلام فيه الكثير من التربية والكثير من التعليم لمن يقف أمامه كان يقدم خدماته للجميع أستغرب هذه القدرة العقيبة أن يجمع بين هذه الكتابات المتعددة الكتابات البحثية العلمية الرصينة العبحاث للمقلات المختلفة الكتابة لعدد من الصحف تتقاوز ثلاث صحف أربع صحف في خلال الأسبوع الواحد أستغرب هذه القدرة إلى جانب تقديم خدمات يعني شبه يومية لكل الناس يكتب رسائل لناس في قيادات الدولة في المواقع المختلفة من السلطة في البلاد يكتب رسائل لجهات خارجية تربوية أكاديمية سياسية لحل مشاكل كثير من الطلاب في الخارج كل هذا كان يقوم به الدكتور عبد العزيز المقالح من خلال هذا الدوام الرسمي الاعتيادي في مكتبه داخل مركز الدراسات والبحث من هنا من على هذا المكتب ظل الدكتور عبد العزيز المقالح طوال سنوات من حياته يكتب للأجيال سيرة هذا الوطن ويكتب قصائده الخالدة والضوء والحب والجمال من على هذا المكتب البسيط انطلق المشروع العملاك للمقالح الخبير هذا هو المقالح الذي عاش بسيطا منتجا مبدعا يعطي للناس أكثر من ما يأخذ لقد كان الدكتور عبد العزيز المقالح كما يصفه بعض الكتاب العرب بوابة اليمن المفتوحة فمنذ أن تولى رئاسة جامعة صنعاء سنة 1982 وحتى 2001 مركز يذب واستقطاب للعديد من الشخصيات الأدبية والعلمية التي أسهمت بكتاباتها في نقل صورة عن اليمن أرضا وثقافة وحضارة الذي وصل الحال ببعضهم حد التماهي مع الواقع والحياة اليمنية حتى صار جزءا منها وكان لهذا الحضور أثره الكبير في انتشار التعليم الجامعي أيضا في كل المحافظات اليمنية قلت في يوم وفاته وأنا أرى ذلك العدد الكبير من الناس لو حضر فقط من قدم لهم كتبهم وقصصهم وشعرهم لملأوا الشارع والشوارع كلها أم نتحدث عن الأكاديمي الذي استدعى كل مبدع العالم العربي وكواكبه ونجومه إلى اليمن وجعل من جامعة صنعاء مثالا كبيرا أمام كل العرب رأينا أدونيس ورأينا أحمد عبد المعطيح جازي ورأينا الطيب صالح ورأينا أزز الدين إسماعيل ورأينا الدكتور محمد عبد المطلب ورأينا أحمد الشهاوي ورأينا وهب رومية ورأينا كمال أبو ديب ورأينا ماذا أقول أستطيع أن أعدد لك مئات الأشخاص كانت اليمن في عهده هو كان عصرا فترة الجامعة كانت هي فترة ثرية بالعمل الثقافي الذي لا يقتصر على الفكر والأدب والنواحي النظرية بل كان عملا ثقافيا وتعليميا بارعا في نشر التعليم الجامعي في أنحاء اليمن حيث أنه بعد رئاسته لجامعة صمعاء كان يستطيف الندوات العربية في كل مناسبة عربية مهمة ثم أنه استجلب إلى جامعة صمعاء أفضل الدكاترة في كل العلوم ليكونوا أما مدرسين في جامعة صمعاء أو أن يكونوا زوارا تكاتر زوارا لمدة شهر أو شهرين كما أنه قد استضاف كثير من المؤتمرات الشعرية العربية والعالمية وأهم من ذلك كما قلت سابقا أنه قد افتتح مجموعة من كليات التربية في خولان، في عمران، في دمار، في الحديدة، في تعز، في أنحاء اليمن ثم تحولت هذه الكليات إلى جامعات هي الجامعات اليمنية المنتشرة على طول اليمن وعرضها جامعة الصناعات تفرعت في عهده تفرعت في كل اليمن جامعات أولا كليات ثم جامعات ولم يكن ذلك إلا بفضل هذا الرجل لأنه طول الفترة لعشرين سنة وهو رئيس للجامعة ربما هذا ساعد كثيرا في أن تتمدد الجامعة وتصبح جامعة كبيرة ومعترف بها دوليا وعربيا ومن خلال رئاسة الدكتور عبدالعزيز المقالح بمركز الدراسات والبحوث اليمنية أصبح هذا المركز منارة إشعاع ثقافي ومقصدا للباحثين والقراء الزائرين مستطبا إليه في ذات الوقت العديد من النخب التي أثرت الساحة الثقافية اليمنية بالكثير من إبداعاتها الفكرية والتي لا تزال حتى اليوم محتفظة بنشاطها الفكري وشاهدة على الرعاية والاهتمام الكبير الذي أولاه الدكتور عبدالعزيز المقالح للمركز ورواده والمنتسبين إليه الذي يقع على عاتقهم اليوم تحمل المسؤولية من بعد غيابه خلال الثلاث العقود المنصرمة أو أكثر أستطيع أن أقول أن معظم رموز الحركة الثقافية العربية من مصر إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى المغرب العربي إلى تونس جميعهم تواجدوا ضمن الحالة الثقافية اليمنية وعرفوا اليمن الثقافي المعاصر من خلال الدكتور عبدالعزيز المقالح يعني انتقلت اليمن إلى الخارج العربي وإلى الخارج حتى العالمي جونتي جراس وعشرات الأسماء الفرنسية التي استقدمت إلى اليمن أو حضرت إلى اليمن في المناسبات والفعاليات المختلفة الشعرية والثقافية والروائية وغيرها حضرت إلى اليمن وعرفت اليمن أكثر كقيمة ثقافية ومعنى ثقافي من خلال حضور الدكتور عبدالعزيز المقالح في المشهد الثقافي اليمن والعربي كان الحلقة التواصل الإبداعية والثقافية بين اليمن وبين مصر وبين كل أغطار المنطقة العربية أنا أعتقد أن فقدنا للدكتور عبدالعزيز المقالح فقد لا يعوى في الواقع ليس لأنه صديق أو أنه أب أو أنه معلم كبير فحسب ولكن لأنه قدم اليمن الحقيقي الذي لم يستطع السياسيون بكل مشاكلهم وبكل قضاياهم خلال خمسين عاما على الأقل أن يقدموه للعالم قدم يمنا آخر رأينا سليمان العيسى وهو هنا في اليمن وظل خمسة عشر عاما وكتب أكثر من خمسة عشر ديوانا عن اليمن وفيه كما لم يفعل أحد في تاريخ الشعر العربي كله ولولا عبدالعزيز المقالح لما كان هنا سليمان العيسى ولما رأينا كل مبدعي العالم العربي هذا دور لا ينسى وليس له ثاني في تاريخ اليمن المعاصر على الأقل بالنسبة للتشجيع على الأودباء كان كان مسجع أودباء وكان مشرف على جائزة الرئيس وكان يعطيها لأودباء ومتقفين وقصاصين معترمين ويشهدون له كثيرا أنا واحد من الذي استقبلنا في المركز ووظفنا وتعب رغم أنه كان في معارضة أنه أنا ترقى هنا لكن وقفه إلى جانبي وكان موقف إنساني جديد في الاحترام التقدير أقول أنني أخذت الماكستير والدكتورة وما بعد الدكتورة كان بتشجيع الدكتور وإصراره علي وفعلا كنت حبا في الدكتور واحتراما لكلامه أعود برة أخرى لأكمل رسالتي الجامعية حتى وصلت إلى نائبة له وهو من شجعني ومن أختارني ومن رشعني لأكون نائبة له هذا الرجل كان الشجرة مثمرة وفروعه ممتدة إلى جميع المحققين لجميع الباحثين لجميع الكتاب لجميع الأدباء أقول حاجة أخرى مثلا شوف الدكتور مقالح مرة حصل قائزة وكل من يوفقه في مثل هذه القائزة كان يفرح فيها ووضيها لبيته وابنيه لنفسه ويعمل كذا الدكتور مقالح أنا والله استغربت يومها عندما خصص 50% من القائزة لتشجيع الأدباء لتشجيع الباحثين وكان ينوي تطوير هذه القائزة ويقع لها مستمرة إلى ما لا نهاية صنعاء يا أنشودة عبقت وأجاد في إنشادها الأزل إن أبعدتني عنك عاصفة وتفرقت ما بيننا السبول فأنا على حبي وفي خجل روحي إلى عينيك تبتهل ألقاك منتصرا ومنكسرا وعلى جناح الشوق أرتحل ارتبط الدكتور عبدالعزيز المقالح بمدينة صنعاء ارتباطا وجدانيا منذ أنزارها وهو لا يزال في السادسة من عمره سكنت وجدانه وكانت محورة الهاملة في شعره وكتاباته فلم يغادرها منذ أن عاد إليها في العام 1979 وحتى يوم وفاته صنعاء عاصمة الروح في أعماكها كنز مخبوء للحلم وفي رحابها تقام الأعراس البهية وتولد من الحجارة أشكال وترانين ويكتب اللون الأبيض قصائده البادقة ويدون الليل أساطيره المثقلة بعناقيد الشجن ومجامر الأطياب على الجدار الداخلي الأملس لباب اليمن كتب شاعر يماني هي صنعاء حانة الضوء فادخل بسلام وقبل الأرض عشرة واعتصر من جمالها الفاتن البكري رحيقا يضيف للعمر أمره كتب كتاب صنعاء من أجمل ما كتب عن هذه المدينة البيضاء بيضاء بأهلها وبيضاء بطبائعها وبيضاء بكل ما فيها بشروفاتها بالقصة الجميلة التي فيها بورد ياجورها بكل ما فيها الدكتور عبدالعزيز المقالح يعرف صنعاء القديمة أكثر مما يعرفها أبناؤها وأنا رأيت ذلك بعيني وقد طفت معه صنعاء على الأقدام وقد شاهدت معه وسما لي معظم البيوت التي رأيناها في كل الأحياء يوما كاملا يقول الدكتور عبدالعزيز المقالح في أحد مقالاته أنت تكتب لتكون على صلة بالناس ويكون الناس على صلة بك عبر خيط الكتابة الدقيق فكانت الكتابة بأشكالها المتنوعة جسرا يصله بالناس ويصل الناس به عبر مختلف الوسائل الإعلامية فكان له كتابات في الصحف اليمنية من أهمها صحيفة الثورة التي كان يكتب في يومياتها كل يوم ثلاثان وصفحة أسبوعية في صحيفة 26 سبتمبر بعنوان قراءة في الأدب والفن إضافة إلى برامجه الإذاعية علاقة الدكتور بالإذاعة ظلت قوية وقائمة حتى يمكن عام 2000 وبعد عام 2000 وكان يطل على الناس سنويا من إذاعة صنع عبر برنامج قواطر رمضانية دكتور عبد العز المقالة وكان الناس ينتظرون هذا البرنامج بشغف كبير لأنه عارف كيف يصل إلى الجمهور وبأقل قليل من الحديث المختصر طبعاً ولهذا ظلت علاقته جيدة بالإذاعة وكان لا يمر عام دون أن يكتب عن الإذاعة وأذكر أنه شرفني بكثير من كتاباته وبالذات حين حصلنا على إذاعة صنعاء على الجائزة الأولى في مسابقة الأغنية الإذاعية العربية وكان يتردد على الإذاعة دائماً وكأنه يتذكر ماضيها القديم وبرامجه التلفزيونية التي كان يقدمها عبر قناة الإيمان بعنوان أعلام الفكر الإسلامي كثيرهم علماء اليمن في صدر الإسلام وفي القرنين الأول والثاني ومن علماء هذا البلد الحبيب في القرن الثاني الهجري بالرزاك الحميري الصنعاني أشهر علماء الحديث وأوسعهم صيتاً ومعرفةً بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأكثرهم تأليفاً في هذا الموضوع الذي شغل عقول المسلمين وأخذ من مشاعرهم كروناً طويلةً وما يزال وبرنامج هموم عربية على قناة السعيدة المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله أحدثكم اليوم عن الصمت أو بالأصح عن فضيلة الصمت في زمن الضجيج غير المسبوك في حياة البشر منذ بداية نشأتهم الأولى على الأرض الإسم الكامل للكتاب هو الصمت كرياضة روحية تأليف الكاتب الهندي سوامي براملد وترجمة الدكتور عبدالوهاب المقالح الأستاذ في كلية اللغات بجامعة صمع والكتاب بفصوله الستة قصيدة مديح طويلة في فضيلة الصمت وجماليته وما يوفره على البشر من سعادة روحية ونفسية لا سيما في زمن الثرثرة المفتوحة على اللاشيء والخطابات الإعلامية التي ملأت جوانب الأرض وفضاءات السماء ولم تترك شفرا في الهواء خاليا من أصوات لا قيمة لها ولا معنى وكما أن الإنسان بحاجة إلى أن يتكلم ويفضفض عن مكنونات نفسه فهو بحاجة كذلك إلى الصمت ليفهم وليستعيد معه توازنه ويطيل التأمل وقراءة ما حوله من أشياء وأحداث ومتغيرات لم تكن أبدا في الحسبان نحن إذن بحاجة إلى الصمت حاجتنا إلى الكلام ومن الخطأ في حق أنفسنا وفي حق البشر من حولنا أن نطيل الكلام أو نطيل الصمت وخير الأمور أوسطها كما لم يغفل عن دور الأغنية الوطنية والعاطفية في خلق هذا التواصل الإنساني النبيل الدكتور عبد العزيز المقالح حاول أن يغوص في أعماق هذا الشعب ولأنه حلق في سماء الحداثة والشعر الحديث فأيضا لم يترك العوام من أن يصل إليهم ورأى أن الأغذية هي أقرب وسيلة للوصول إلى عامة الناس فكتب حوالي 16 قصيدة وأنا ممن أشرف عليها وراجعها عندما أعددنا موسوعة شعر الغناء اليمني في القرن العشرين أنا أشرفت على هذا العمل ووثقنا 16 عمل للدكتور عبد العزيز بمقالح ولهذا لاحقوا أنه كان يحاول أن يخاطب عامة الناس والبسطة من الناس فكان يختار القوافي مثلا الشائعة عند الناس مثل مربوش مدهوش كذلك التي تحدثنا من الاستغراب عند الناس ياغو سلسنعة وأيضا حاول أن يحيي أغنية ياغو سلسنعة التعجب خدك المنقوش وعمل هذه القصيدة التي لنها أحمد فتحي ومنها حولها لا فتش مغطى ولا غطي على مفتوش حولها بشكل جميل وقال حزني مغطى وقلبي للهوى مفتوش ولهذا حين غنها أبو بكر واستخدم المفردات السابقة لم يعجب الدكتور ترجمة نانسي قنقر سنة يغيب القمر العقل بمربوش تسأل عليه العيون لفوقها منقوش سنة يغيب القمر العقل بمربوش تسأل عليه العيون لفوقها منقوش تسأل عليه العيون لفوقها منقوش تسأل عليه العيون لفوقها منقوش شعرياً هي حصيلة إنتاجه الشعري بدءاً بديوانه الأول لا بد من صنعاً الصادر سنة 1971 وانتهاءاً بديوانه يوتيوبيا وقصائد للشمس والقمر الصادر عام 2020 وله أكثر من 32 كتاباً فكرياً ونقدياً بدءاً من كتاب شعر العامية في اليمن الصادر سنة 1972 وانتهاءاً بكتاب تأملات خضراء الصادر عام 2016 إضافة إلى كتاباته في العديد من الدوريات والصحف والمجلات المحلية والعربية التي يصعب حصرها الدكتور عبد العزيزة مقالح متنوع متنوع في مجالات الإبداع فقد كتب في النقد وكتب في السرد نقداً وكتب في الشعر وكتب في الفكر فمن الصعب جداً أن تحيط بهذه الشخصية المتنوعة المتعددة الإبداع ورحيله يمثل خسارة كبيرة جداً ليس على صعيد اليمن ولكن على مستوى مصاعد الوطن العربي برمته فقد كان ضميرنا الثقافية والإبداعية وكان قسرنا للإطلاع على إبداعات اليمن فهو أول من تربه للإبداع في اليمن سابقاً قبل الوحدة من خلال كتابه البدايات الجنوبية أول من عرفه بالأدباء في الشطر الجنوبي من الوطن قبل الوحدة وظل على اتصال بكل المبدعين كان بمثابة الراعي الحقيقي لكل حركة إبداعية ولكل المبتدي في مجال الشعر أو في مجال السرد أخذ بأيادي الكثير من الأدباء والأديبات الدكتور عبد العزيز مقالك كان عبارة عن مجمع متكامل للإبداع ومظل لكل المبدعين الذين بدأوا على يديه ولهذا سيظل حاضراً رغم رحيله بكل ما تركه من مآثر إبداعية وأدبية وبما أغنى المكتبة العربية من كتابات ومؤلفات الدكتور عبد العزيز في هذا المنحة لم يضاهيه أو يباريه أحد في العالم العربي وفي العالم أن يكتب كتاباً عن أصدقائه وأن يكتب كتاباً كاملاً شعراً عن صنعاء وعن القرية وعن الأم له كتاب الأم عن أمه التي كان يحبها ويقدرها ويعزها وكتب كتاباً عن طاغور هذا شاعر الإنسانية كما قال الدكتور محمد عبد المطلب وهو أستاذه بالمناسبة وهو من مصر في عين شمس شاعر الإنسانية والعروبة واليمن وشاعر مصر شاعر مصر المصريون يعتقدون أن الدكتور عبد العزيز المقالح هذا أحد أبناء مصر كما قلت لك باختصار هذا رجل خلق يمناً موازياً في أذهان العرب وفي أذهان العالم وخلق يمناً موازياً عند اليمنيين أيضاً إذ أنه أراهم ما معنى حقيقة وما هي اليمن الحقيقية وليس الظاهرة وليس يعني اليمن المتعارف عليها دولياً المختلف عليها سياسياً المعتجنة بالحرب وظروف الصراع لا هناك يمن آخر وهو يمن الحضارة ويمن القرى والمدرجات والسدود يمن الإنسان وعاداته وتقاليده التنوع الهائل الجميل المتناغم المؤتلف المختلف الذي جعل من اليمن عنصراً فعالاً في هذا الرقل من الجزيرة العربية وأثر على كل تاريخ العرب شباب لا أتهمه أنه لا يقرأ ولكن أتهم أنه مشتت يريد أن يقرأ في كل شيء وهذا جميل أن يقرأ في كل شيء لكن عليه أن يركز وأن تكون الكراعة برنامج تقصاً يومياً أنا أقرأ في اليوم ثلاث ساعات حصل الدكتور عبد العزيز المقالح على وسام الفنون والآداب من صنعاء عام 1982 وحصل على جائزة اللوتس عام 1986 وعلى جائزة الثقافة العربية المقدمة من اليونسكو عام 2002 كما حاز على وسام الفارس من الدرجة الأولى في الآداب والفنون من الحكومة الفرنسية عام 2003 وحصل على جائزة الشعر من مؤسسة العويس الثقافية عام 2010 وجائزة أمير الشعراء أحمد شوقي عام 2018 عن اتحاد كتاب مصر في دورته الأولى وقبل وفاته بأشهر قليلة احتفت مكتبة قطر الوطنية به في الذكرى الواحد والخمسين بصدور أول ديوان شعري له اشرفوا اليوم أن نحتفي معا في مكتبة قطر الوطنية بالذكرى الحادية والخمسين لصدور أول دواوين الدكتور عبدالعزيز المطالح أمدى الله بالصحة والعافية وفيها نستدعي سيرته الأدبية ومواقفه الجمالية ورؤيته للعالم وكم تمنيت صادقا أن يكون بيننا إلا أنه رغم غيابه عن مكاننا فهو حاضر معنا وفينا إلا يمكن لأي مثقف عربي أن ينكر فضل الشاعر والناقد اليمنى الكبير على الشاعر العربي والثقافة العربية وداعا شاعر اليمن الكبير عبدالعزيز المقالح وداعا أيها الحاضر في الوجدان وإن غيبك الرحيل وداعا يا من عشت صامتا متأملا كي تسمع أنين اليمن وأوجاعها رحلت وأنت الخالد فينا بشعرك وأدبك وفكرك رحمك الله وأنت في جوار ربك بعد أن أفنيت عمرا وأنت تتلمس رضا إلهي أعود بك الآن من شر نفسي ومن شر أهلي ومن شر أصحابي الطيبين ومن شر أعدائي الفقراء للحظ من شر ما صنع الشعر من شر ما كتب المادحون ومن شر ما كتب الحاقدون أعود بك الله من أرة في عيون النجوم ومن قلق في صدور الجبال ومن خيبة في نفوس الرجال ومن وطن شاهرا موته يتأبط خيبته يتكور خوفا من الذاكرة إلهي وقد سكن الليل وانكفأت تحت صنف الظلام البيوت وأورك حزن الشوارع هل لي إذا انكمشت داخل الجسم روحي واختبأ الحلم في صدف الدم هل لي خلف المدى ثوبة تستطيني ونافدة تحتويني وهل للكلام المحوط وهل للكلام المحوط بالسر أن يفتدي وحشة الغاب أن يمنح القلب شيئا من الضوء شيئا من الصلوات تطهر هذا الكيان العتيق وتغسل عنه سواد الخطيئة تغسله من بكايا الجنين ومن موجات الحري تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا